السلام عليكم مرحبا بكم في قناة رجاء المغربية اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم طريقة جد بسيطة لتصبر الضرة يعني الكوال لهذا الوصفة غادي نحتاج المكوبي الاساسي اللي هو الكوال او اللذرة غادي نلقيهم زيان كيف مما تشوفو وهنا ضروري البنات مناخد نوعية جيدة يعني كبال طريق كيف مما تشوفو غير تدير لي بحالك تتلقيه طريق لان النيلة كان شارف تكليه بس راه ما غادي شطيب ليكم نهائيا غادي نعود نلقي معاكم واحدة اخرى كذلك يعني راتتكن فيه السوسات يكون فيه الدد كل شي داك شي تنقيه منهم زيان وما تخليش فيه نهائيا تحيدي لي كل شي حتى داك الشعر ديالو تحيدي وهانتو ماكيشته واغيتا ندليه كارتي التهرس يعني ما تحتاجي لاموس لحتى حاجة لانه طريق وباقي جديد يعني نجيبه في نهارو نخدمه في نهارو ما نخليش يبقى عندي مودة بالسف نجزه من المرحلة التانية ان شاء الله هنا غادي نحتاج كوكوت اللي غادي ندير في هاداك الكوبال يلا كانت عندك الكيمية كبيرة استعملي كوكوت كبيرة لان نخصه يكون عمر ويطيب على خطره يلا كانت الكيمية صغيرة استعملي غير واحدة صغيرة شللت هاداك الكوبال ديالي مزيان بالماء وده غادي نضيف عليه الماء بارد يروبيني عادي يعني ضروري تعمرو عليها البنت تنقدم زيان باش كل شي دوزلي الطياب وكل شي يكون كين في الماء وده غادي نضيف الملحة اللي هي ضروري يعني ديري كمية كبيرة ديالة الملحة ما شغير شوية غير ديري كمية كبيرة ضروري هادا يطيب في الملحة يعني الماء يكون مال حمزي يعني صافي غادي نسد عليه الكوكو الديالي وغادي نديره فوق النار لمدة نصف ساعة 30 دقيقة يكون وجد ها هو الكوبال بعدما دوز ديك 30 دقيقة راهو موجود دابا ان شاء الله غادي نبدأ نفركه ها هو الكوبال ديالي يبعد بما طاب دابا غادي نبدأ نفركه عادي انا ما تنستعملش لموسا لبنات علاش لان فاش تديري وتتقطعيه بالموس داك العظم ديال الكوبال تيتهرس وتيتقطع حتى هو معه وفاش تدربيه غير واحد شوية في ديك الحبه ديال تدرع يعني النص دياله راه تيمشي لكيهكك وخاص كي عاو تاني خدمه اخرى من اللي تتبغي عاو تاني تحطيه ولا تقدميه معه الصلاة ولا شي حاجة خاص كي تتنقيه من داك العظم ديال وديال الكوبال هالور انا تنتبعه غير هالطريقة دا نبقى تنقيه شوية بشوية وراه ساهله غير تتبعي خط بخيط ديال الكوبال وطيخرج لك من فرز وغزال ها هو بعد اما كملت فرق ديال الدرع ديالي كيف ما تتشوفو راه كله حبا فرز على خطها وكامله بدون تعقيدات غادي ناخد داك المافاش طيب داك الكوبال وغادي نعود نرجعه علي بعد اما برد داك الكوبال وداك الماء غادي نعمره في قريعات او لا سبيرات على حسب الرغبة يعني كل القرعات تندير في هالكمية اللي غادي نستعمل تندير الكوبال وتنعود نعمر عليه بالمادي تنأكد عليها البنت ضروري ورا تيخرج كمية كبيرة يعني مقارنة مع البوطلي تناخده راه هذا صحي وعرفتي اشنو درتي وبدون موضحة فيضة يعني طبيعي مئة في المئة مني غادي نعمر القريعات ديولي هما باردين غادي ندخلهم الفريكو يعني يمكنك تحتفضي بهم مدة عام ضروري النهاية موجودة بالنسبة لطريقة الاستعمال تتخضي الكمية اللي بغيتي تستعملي بالمادي لها تدو بها فوق البوطة وتتستعملها يعني بدون ما تضيفي لها لامة لحتى شي حاجة ذاك المادية لها تتسخنها وتتستعملها كما العادة نتمنى ان شاء الله تجربوه وينجح معكم وإلى عجبكم فيديوهاتي ما تنسوش تدعموني بلي لايك والبرتاج لتعوم الفائدة من الناس الجدد ما تنسوش الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد بصحة والراحة وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله اشتركوا في القناة